أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين كابتر مجدي في الدورة الممتازة أنت لعبت في الدورة الممتازة سبعة مطشات السنة دي أكثر؟ 12 مطش خلال الـ 12 مطش دي لعبت طريباً معظم الفرق وشفت معظم الفرق شايف الدورة الممتازة السنة دي شكله عامل إزاي؟ لا مختلف تماماً أنا بقول لحضر لك وإحنا بنعمل الفرقة كنا عارفين أن كل الناس مستعدية بشكل كويس قوي وكل الناس صرفة كويس قوي فمتوقعين الدورة هيبقى شرس جداً السنة دي وده قد كان يعني الناس ومع تخلي بالك كابتر السلام الدورة لو منتظم من أول ما بدأ بدخول الجماهير كنت هتلاقي الموضوع المختلف تماماً كمان عن اللي أنا بتكلم عليه المنافسة الشرسة جداً السنة دي برضو زي ما بقول لك هيقع فرقة وفرقتين كبار من ازلوش بقالهم فترة كل سنة هتلاقي فرقة كبيرة أو فرقتين بقالهم عشر سنين في الدورة الممتازة هتلاقيها بتنزل ده نتيجة أن في فرق بتبقى شايفة الموضوع أسهل زي ما عامنا السنة اللي فاتت نعمل السنة دي الموضوع بيتغير جداً من سنة للتانية الفرقة الكبيرة والفرقة خاصة ده كمان الفرقة الجماهيرية لو ما درش تحافظ على نفسها وما درش تشتغل بشكل كويس ممكن ما يبقاش لها وجود بعد خمس سنين في الدورة الممتازة من ذلك تحذير السنة دي حصل لإسماعيلي اللي حصل قبل كده برضو السنة اللي فاتت لإسماعيلي فرقة كبيرة من اللي نزلت قبل كده السنين اللي فاتت كل دي مؤشرات في أن كل الواحد مش هيستعد أي ما الموضوع بالنسبة له يبقى صعب جداً منافس السنة دي صعب جداً خاصة أن في أي وقت من الأوقات نادي الأهلي ما كانش في أفضل حالاته نتيجة انشغاله برضو بالبطول الأفريقية ومع ذلك نادي زمالك ونادي بيرامز ونادي فوتشر ما يدروش أنهم ما ياخدوا الأفضلية أو ياخدوا الأسباقية من النادي الأهلي لكن المنافسة هتفضل زي ما أنا قلت في بداية السيزون شارسة جداً ما بين الأهلي والزمالك وبيرامز حد آخر أسبوع حتى اللي بيتعطل اللي بعديه كبان بيتعطل كل العوامل الفنية السنة دي متاحة وكل الإمكانيات متاحة بالنسبة لتلت فرق أو داخل معهم كمان فيوتشر وبيصارع وراءه سموحة والبنك آلي أمبي فاركو كل دي صراعات لكن صراعات مختلفة ما بين أنديت المقدمة في الصراع على اللقب وأنديت المربع الزهبي وأنديت البقاء مش هتلاقي في حد آمنه مش هتلاقي حد في منطقة دافية من وجهة نظرك مين الأقرب أنه ينزل درجة تالية؟ أو يعني منتز به سوري؟ يعني يعني أعتقد أسترن مثلاً وإسماعيلي استحالة أو صعب إسماعيلي باسمه كبير طبعاً أنه شيء ما نتمنى كلنا لكن أقول أن اللعبة هتفضل لآخر الأسابيع ما بين إسن كامبانيوم من خاصة إسماعيلي جونم أولين إسماعيلي جونم أولين؟ يه من ذلك بقولك كلهم الحية يعني استرم طبعا يعني يمكن هو الفريد وكان برضو عنده سوق حظ في البدايات انه ما قدرش يعمل فرقة بشكل كويس موضوع القيد المقصة من بداية الدوري هم يعني معلنين انه هم عندهم ظروف مادية وعندهم امكانيات اقل من السنين اللي فاتت فواضح انهم سيبقوا في اللعبة اسماعلي كانت مفاجأة الجونة برضو كانوا ماشيين كويس جدا مع ريض الشحاتة المقاولين برضو الممشي عماد نحاس وجيك كابتن عودة شوية كان في تزبز المستوى بعد كده في النجاحات لكن في النهاية النقط قريبة جدا من بعض المنافسة شريسة جدا كل الناس يقول لكابتن اسلام صرفة وكل الناس يعني كانت مستعدية بس اللي خد الافضلية واللي خد الاسباقية من مداية الدوري وخد يقدر يجمع نقاط حط نفسه في حتة شوية اهدا من منطقة الصراعات اللي تحت اهل زمالك بيرمدز وهو انت حضرك قلتو الترتيب ده صح اه هو ده الاقرب يعني اه ترجمة نانسي قنقر